ظاهرة كثرة التدخين والحقيقة دلوقتي الواحد بيشوف التدخين والتدخين الإلكتروني وما إلى ذلك التدخين مؤثر إلى هذه الدرجة فعلا على عضلة القلب لأنه فيه كتير قوي بيتعاملوا مع مشكلة التدخين على أنها تخص للجهاز التنفسي لكن عايزين ننبه الناس بقى ونعرفهم تأثير التدخين سواء العادي أو الإلكتروني على القلب والأوعية الدموية التدخين من أخطر المشاكل اللي ممكن تأثر على الجسم كله بما فيها الآن بكل أشكاله بكل أشكاله السجاير والشيشة والفيب واليعني حتى حضرتك لما طلع هقول كلمة الترند الجديد بتاع الفيب والهيتس والحاجات المستحدثة دي كان داخل في دماغ الناس أنها ما فيهاش أطران ما فيهاش بتدي بس قدر النكوتين للجسم محتاجه كل ده كلام الحقيقة عاري من الصحة والدراسات الأمريكية الحديثة أثبتت أن خطورة الحاجات المستحدثة دي في نفس خطورة التدخين بتأثر جدا على الشرايين دماغ محمد وبتعمل مشاكل جسيمة في الشرايين وحدوث القصور والانسدادات بشكل مبكر وحتى المريض لما بيتم تصليح المشاكل الشرايين دي في الأول يعني بالأسف بنلاقيه ملتزم وبعد كده بيرجع مع الوقت يدخن تاني فبيحصل انتكاسة بشكل جديد لأنه بيتخدع في الصحة توليه نفسه بقى كويس وقى أحسن من الأول ونفسه بقى كويس وحركته بقيت أحسن والألم اختفت تماما فيرجع مع الوقت كده للأسف الشيطان بقى بيدخل مدخله فالمريض بيرجع لتدخين تاني وبتحصل مشاكل كبيرة فالتدخين هو من أكبر المصائف التدخين بكل أشكال الالكتروني والكلاسيكي والكلام مزموعة